اشتركوا في القناة بحضور سعادة الأستاذة لولوة بن صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة يواصل القطاع الصحي في مملكة البحرين الارتقاء بصحة الأفراد بشكل عام وبصحة المرأة وجودة حياتها بشكل خاص لسيما الدعم والمؤازرة المستمرة في تسليط الضوء على كل ما من شأنه أن يضمن لها صحة أفضل خاصة في مجالي السكر والسمنة بما يرسم مستقبلا مشرقا لصحة المرأة البحرينية وعلي افتتح مؤتمر البحرين للسكر والسمنة تحت شعار السمنة وجودة الحياة سعيديني اليوم حقيا بفتاح هذا المؤتمر وهو السمنة والسكري لأن الحقيقة السكري والسمنة يعني متلازمين حيث أن السمنة دائما تؤدي للسكري في أغلب الأحوال إضافة لهذه لدينا الحقيقة ترشين كتاب مسمينا كتاب المرأة والسكري خصوصا أن مشكلة الحمل بالنسبة للسيئرات يصبح سكري الحمل أو يكونوا عندهم سكر قبل الحمل يحتاج ناية خاصة ويحتاج ناية خاصة وتفاهم خاصة بالناقش في أحدث أوراق العمل البحثية في السكري والسمنة مع ورش عمل للعملين في القطاع الصحي ولأفراد المجتمع وخصصنا ورش لمرشدي المدارس كذلك فمؤتمر علمي هام إن شاء الله يكرر سنويا للمجلس الأعلى للمرأة دور كبير يضطلع به في خلق بيئة تشجع المرأة على تحقيق إمكاناتها الكاملة وتطوير مهاراتها وقدراتها ومشاركتها في جميع المجالات بما في ذلك المجال الصحي والطبي الذي أثبتت فيه كفاءتها وقدرتها فضلا عن تنفيذ العديد من الخطط والمشاريع والمبادرات المهمة في سبيل الارتقاء بمسيرة المرأة في القطاع الصحي وتقدمها لتكون شريكا فعالا في النهضة التنموية الشاملة وعلى مختلف الأصعدة هذا المؤتمر الزين اللي فيه إنه إحنا يخص مواضيعه لصحة المرأة ومن خلاله بيكون هناك تدشين كتاب المرأة والسكري وبركز على أفضل السبل لصحة المرأة والحمل ستكون مشاركتي عن استخدام التكنولوجيا في علاج مرضى السكري وسوف أتطرق إلى العلاجات منذ البداية وكيف تطورت أنواع الأنسلين ثم استطعنا أن نستخدم التقنيات الجديدة والتي وفرتها مملكة البحرين للجميع سواء من الصغار أو الأخبار هناك تعاون واضح بين وزارة الصحة وزارة التربية وجمعية السكر والجهات المشاركة وعلى رأسهم أيضاً المجلس الأعلى للمرأة هذه الدور الكبير اللي إحنا نحتاجه خاصة أننا نتعامل مع أطفال السكر في المدارس فالتوعية هذه والاستمرارية في عملية عطائنا وتواصلنا مع أولا الأمور لكي نصل إلى أن هناك طفل فعلاً يحتاج الرعاية سواء رعاية منزلية أو مدرسية أو مجتمعية ونحن ما نسميهم أطفال ما نسميهم أبطال السكر أنا اسمي المهرة عمري ثمان سنوات السكر ما يمنعني أن أنا أمرت حياتي طبيعية أقدر أكل أقدر أشرب أقدر أسوي رياضة أقدر كل شيء اللي أنا أقدر أسوي إن المرأة في قطاع الصحة باتت نموذجاً حضارياً مشرفاً وعنواناً راسخاً للعطاء والإنجاز حيث أصبحت المرأة تشكل نسبة كبيرة من القوى العاملة في القطاع حيث تؤدي أدوارها الوطنية بكل كفاءة واقتدار وهو من عكس إجاباً على ما حققه القطاع الصحي من مؤشرات ونتائج مثمرة على صعيد تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافئ الفرص وارتفاع الأداء المؤسسي ودمج احتياجات المرأة البحرينية مؤتمر البحرين للسكري والسمنة تحت شعار السكري وجودة الحياة يعكس هذا المؤتمر المساعي الدائمة والجهود الحثيثة لمكافحة السكري والسمنة لدى مختلف فئات المجتمع حفاظاً على صحة وسلامة الجميع باعتبار الصحة أولوية دائمة إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر